اشتركوا في القناة هذه غرفة الاذان المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة يأتي من منطقة الخاضع المصلين المسلمين هذه تكون مغلقة امام المسلمين يدخل مؤذن من الباب هذا الامام ويأتي ليؤذن هنا هذا مقام سيدنا يحقوب عليه السلام هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام هذه المنطقة تسمى اليوسفية ندخل من هنا هذا المكان ايضا تكون مع الاسرائيليين في الايام العادية اليوم مفتوح جميعا امام المسلمين هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام ندخل من هنا هذا مقام سيدنا ابراهيم الحليل له هذا هو مقام سيدنا ابراهيم من ثلاث جهات مكشوفة من هنا ومن هنا هذا هو مقام سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية الآن نتوجه الى الساحة الاسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة هذا هو مقام سيدتنا سارة هذه الخارج سمى الجولية الجوالية ندخل الى الاسحاقية من هنا هذه الساحة الاسحاقية نوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام كل المسجد الابراهيم مفتوح امام المصلي المسلمين هذا هو الغار الشريف هذا هو الغار الشريف هذه الفتحة هذه الفتحة يوجد ضوء في الاسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الانبياء تفتح من هنا ويوجد اضاءة داخلي هذه المقام سيدنا اسحاق عليه السلام وهذا مقام سيدتنا رفقة عليها السلام نرجع من المدخل الخلفي الى نقام سيدنا ابراهيم الخليل ثلاث شبابيك تؤدي الى مقام سيدنا ابراهيم الخليل هذه ممثلة التي دخلنا منها في الاول هي اليوسفية كل ارواق المسجد الابراهيم مفتوحة امام المصليين المسلمين اليوم احتفال بعيد المعبزة ذكرى المولد النبو الشريع هذا هو من برس سيدنا صلاح الدين الايوب الذي جلبه من مصر ولا يوجد فيه مسمار واحد كله خشب من الخشب مركب طريقة فنية رائعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر